لجنة مستقلة ألمانية كلفت الحكومة خلصت إلى أن المسلمين هم إحدى الأقليات الأكثر تعرضاً للضغوط والتحيز مقارنة مع باقي الأقليات وقالت وزارة الداخلية بعد تلقيها التقرير إن المسلمين الذين يتجاوز عددهم الخمسة ملايين مسلم في البلاد يعانون من التهميش والتمييز في حياتهم اليومية بما في ذلك الكراهية والعنف وأشارت اللجنة إلى أن البيانات تظهر أن نحو نص الألمان يقبلون تصريحات مناهضة للمسلمين الأمر الذي يوفر أرضاً خصبة وخطيرة للجماعات المتطرفة وبحسب اللجنة فإن المسلمين المولودين في ألمانيا ينظر إليهم على نطاق واسع على أنهم أجانب كما أن الإسلام غالباً ما يصور على أنه دين رجعي والنساء اللواتي يرتدين الحجاب يواجهن عداء بأشكال دراماتيكية حسب التقرير خلص التقرير أيضاً إلى أن نحو تسعين بالمئة من الأفلام التي شاهدتها اللجنة قدمت نظرة سلبية عن المسلمين وغالباً ما أقامت رابطاً بينهم وبين هجمات إرهابية وحروب وقمع للنساء وأوسط اللجنة الحكومة بتأليف فريق عمل لمعالجة التحيز ضد المسلمين وإقامة مراكز لمراجعة الشكاوة وشددت على وجوب تقديم تدريبات في مراكز الرعاية والمدارس ومراكز الشرطة والمكاتب الحكومية ووسائل الإعلام اللجنة التي قدمت التقرير شكلتها وزارة الداخلية بعدما أقدم يميني متطرف على قتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار معادية للمسلمين في مدينة هنو عام 2020